شهريار الفن الفنان محمد أمين اتولت في 27 يوليو سنة 1917 بحي عبدين في محافظة القاهرة اسمه الحقيقي أمين سيد أحمد محمد ودرس في مدرسة عبدين الابتدائية الفنان محمد أمين بيهوى الفن منذ صغره وجامعته صدقة قوية بالفنان فريد الأطرش ورفض والده دخول الوسط الفني وصفه على وجهه دخل الفنان محمد أمين عالم الفن عن طريق الصدفة سنة 1937 وعمل مهندس كهرباء في استوديو مصر وكان المخرج عبد الفتاح حسن بيقدم فيلم قصير عن أقراس الإزبرين فطلب منه أنه يغني ونال صوته وإعجاب المخرج والعملين بالاستوديو وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب ومن هنا بدأ أقول خطواته الفنية تبناه المطرب محمد عبد الوهاب وهو أول مطرب يشارك محمد عبد الوهاب في عمل فني وده من خلال فيلم ممنوع الحب من إخراج محمد كريم حيث قدم الفنان محمد أمين من خلال قونته الشهيرة يا مركبي قدم الفنان محمد أمين قرابة عشرين عمل في تاريخه الفني من بينهم أفلام الحب بهدلة وعشرة بلدي والستات كده وتحية الستات وأحب الرأس والجنس اللطيف وغرام بدوية وحب في السماء وابن الحداد ومصنع الزوجات مطرب الفنان محمد أمين الألحان والموسيقى فيدة أعمال حلل عليك وعشرة بلدي وغرام بدوية وحب من السماء ومن أشهر أغاني المطرب والفنان محمد أمين أغنية نور العيون ويا شغلني وبص في عناية ويا مركبي وعلشان بحبك بحب جديد تعرض الفنان محمد أمين للحساسية في الصدر وقرر اعتزال الفن في الخمسينات لقب المطرب والفنان محمد أمين بشهريار الفن ده نظرة لأنه تزوج من فتنات الشاشة الزيجة الأولى كانت من الفنانة مديحة يسري وهو من اختار لها اسمها الفني بدت قصة حبه من خلال فيلم أحلام الحب حيث كان بيحسدوا الجميع على حبها لأنها كانت جميلة استمر زوجه من نحو خمس سنوات قدموا مع بعض خمس أكلام وينفصلوا بعد دخول الفنان أحمد سالم حياتها واتجوزت الفنانة مديحة يسري فيما بعد أما الزيجة التانية في حياة الفنان محمد أمين كانت من فاتينة السينما كاميليا سنة 1949 بعد ما قدم مع بعض فيلم الستات كده وتجوزها عرفي خوفا من الملك فاروق اللي كان بيعشك الفنانة كاميليا في الوقت ده استمر زواجهم عامين وبعدها انفصلوا وكشف محمد أمين أن رج أبازة كان وراء انفصال كاميليا عنه وليس الملك فاروق وأثناء زواج المطرب والفنان محمد أمين من كاميليا عرض عليها مخرج إطالي أنه يقيم في القاهرة بطولة فيلم امرأة من نار أمام الفنان رج أبازة وبعد انتهاء الفيلم دع رج أبازة أسرة الفيلم للإحتفال واشترت الفنان محمد أمين على كاميليا عدم التأخير عنه الساعة عشر مساء لكنها رجعت للبيت في الساعة السليسة فجرا سكرانا فطردها وألقى لها ملابسها في الشارع أما بقى الزيجة التالتة في حياة الفنان محمد أمين كانت من رقصة هدى شمس الدين واللي قام بإنتاج فيلم بيني وبينك لها وشاركها بطولة الفيلم جمال الشناوي في واقعة غريبة وجد البوليس الحربي نفسه في واقعة ليس من اختصاصه مطالبا بحلها بعد ان توجهت رقصة هدى شمس الدين له طالبة أن يطلقها من زوجها اللي بيدرابها وبيستولع على أموالها وأخبرها البوليس الحربي إن الطلاق ليس من اختصاصه فقالت جوزي له اتصالات كبيرة وهيئزيني فقام البوليس الحربي بقدوم الفنان محمد أمين وسأله الستة هدى بتتهمك بكذا وكذا فأكد على كلامها مرددا أنا حر لكن البوليس الحربي تصدر له قائلا أمامك ساعة واحدة تروح تجيب ورقة الطلاق وبالفعل طلقها أما بقى الزجال ربع للفنان محمد أمين كانت من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها ابنته الوحيدة عاد الفنان محمد أمين ليقدم مسلسلا في عام 1977 وهو المسلسل للذين يحتركون وكان آخر أعماله وبعدها تفرى لإدارة استبل لتربية الخيول ومزرعة كبيرة كان بيمتلكها أرحل الفنان محمد أمين عن عالمنا في 31 مايو سنة 2009 عن عمر يناهز 93 سنة الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته لحد هنا أكون خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات أسبكم فرعة الله وأمن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته